سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم بلتاس هذه أسباب ارتفاع تمن الطماطم أو مطيشة والأسعار ستعود للانخفاض خلال يومين المقبلين قبل البدء في تفاصيل الخبر امتمنى من الله لعجبكم محتوى القناة ضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش تنضموا لعائلتنا وتوقعوا تصلوا بجديد القناة ارجو الموضوع دينا قال مصطفى طيساس الناتق الرسمي باسم الحكومة إن ارتفاع تمن الطماطم يعود إلى مجموعة من الأسباب مشيرنا إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان انخفاضا في الأسعار وأضاف بايتاس يوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي بالنسبة للطماطم ليس هناك أي مشكل على مستوى الانتاج والبرنامج الذي خططته وزارة الفلاحة نفد كما هو مخطط له وتابع بايتاس المنتوج موجود وكافي جدا ولم يكن من المفروض أن يرتفع لكنه ارتفع لأن هناك طلب كبير جدا على المستوى الدولي وأوضح قولها ثمن الطماطم في السوق الدولي أورو فصل خمسين ما وقع هو أنه كان هناك توجه أكبر نحو التصدير بالإضافة إلى أن السوق الداخلية غير معقلنة وبها مجموعة من الاختلالات المتمثلة من تعدد الوسطى الذين يرفعون من الأثمنة مثلا سوق إنزكان الذي تصله شاحنة الطماطم يقول بايتاس يجب على الطماطم أن تدخل بثمن معين إلى هذا السوق وتخرج بثمن آخر لكن الذي يقع هو أنها تدخل بثمن وتخرج بثمن مضاعف قبل أن تصل إلى المناطق الأخرى وخلص الوزير الحكومة ناقشت الموضوع وتدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة وخلال اليومين القادمين ستعود الأسعار إلى الانخفاض متمنين أن تصل إلى اتفاق مع المهنيين